السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا نواصل معكم هذه السلسلة من التمارين المتعلقة بدرس الشقاق وستطبيقاته. اذا في هذا التمارين هذا سوف نحاول نرى كيفية حساب الدلة المشتقة لدلة عددية. اذا سوف نبدأ بالتمرين او بالدلة الاولى. افلي اكس كتساوي احداش. اذا هذه دلة ثابتة. فونكسون كونستونت. اذا كنت عارفوا بان المشتقة دية الدلة ثابتة تساوي سافرة. المشتقة الثانية عدنا سبعة ايكس زائد خمستاش. اذا هي المشتقة دية سبعة ايكس زائد خمستاش. يعني مكتوبها لشكل دلة زائد دلة. اذا هي او بريم زائد في بريم. المشتقة دية الاولى زائد المشتقة دية الدلة الثانية. انا يمكن لكم نديرها بشكل مباشر. انا كنحاول بالصد باس شكل شي فهم. اذا المشتقة دية سبعة ايكس زائد سبعة. والمشتقة دية الخمستاش سافر. المشتقة دية الجوج ايكس وثلاثة. القاعدة كتبول بانا كا اي. اذا كنت عدنا المشتقة دية العدد تابت في دلة. فا كا كالعدد ما كيوقع الاولى. نخرجه من الشيقاق. اذا كا اي بريم. اذا عدنا جوج. المشتقة دية ايكس وثلاثة. كين طبيعة الحال اللي غديبشي دية تعبير ديال دلة في دلة. فكرة صحيحة ولكن اتطول لك الحساب. لان هاد دلة ايه. في هاد الحالة ستكون دلة تابتة. اذا ممكن ندير مثلا دلة في دلة مثلا جوج ايكس. طبقا لها دلة في دلة. ستكون هي جوج بريم ايكس زائد جوج ايكس بريم. ولكن هنطول للي الحساب. وتعطي نفس النتيجة. لك هذه هي السفر كيب خالنا جوج. كيبقى جوج. اذا من الاحسل ندير الصغة او القاعدة ديال كا اي. ساونا كا اي بريم. اذا جوج. الشقاق ديال ايكس او ثلاثة. اذا قلنا هو ثلاثة ايكس. ثلاثة ناقص واحد. هي جوج. اذا ستا ايكس او كاري. دلة المولية عندي مجموعة للشقاق ديال مجموعة من الدول. اذا هو الشقاق ديال اربعة ايكس او ثلاثة. اذا هو اربعة. للشقاق ديال ايكس او ثلاثة. هنعدنا نطبق القاعدة ديال ايكس او ثلاثة. للشقاق ديال ايكس او ثلاثة. اذا. الشقاق ديال ايكس او ثلاثة. هو اربعة. ايكس اربعة ناقص واحد. هي تلاثة. ناقص. واحدة لثلاثة. الشقاق ديال ايكس وهو ثلاثة. ايكس او كاري. ناقص الشقاق ديال ايكس. واحد. زائل الشقاخ ديال واحد سفر. اذا اربعة في ربعة ستاش اكس وستلاتة. نختاز له تلاتة. يبقى لنا اكس مربع ناقص واحد. الدلة الموالية. كذلك عندي الشقاخ ديال واحدة المجموعة من الدول. اذا لك نقلل الشقاخ ديال الدلة الاولى زي الشقاخ ديال دلت ثانية. ناقص للشقاخ ديال التالتة وهكذا. الاستيقاق ديال واحدة لخمسة اكس وستخمسة. اذا هي واحدة لخمسة في الاستيقاق ديال اكس وستخمسة. اذا اكس وستخمسة مكسبة لشكل اكس وستان. اذا هو خمسة. اكس وستخمسة ناقص واحدة اللي هي ربعة. ناقص واحدة لاربعة. الشقاخ ديال و اذا الضلة الموالية مكتوبة على شكل ثلاثة على سلع إذن على شكل إذن على شكل آآ إذن 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 هذي كتخرج لثلاثة ثلاثة واحدة لإكس بريم والشقخ دي الواحدة لإكس بريم هو ناقص واحدة لإكس كاري إذن ثلاثة ناقص واحدة لإكس مربع إذن ناقص أخرى لإكس مربعة الاشتقاق فالربعة لإكس ناقص واحد إذن الاشتقاق هو الربعة لإكس وانشتقاق هو واحد عن الجوز للإكس ناقص واحد هو صفرا إذن خرج الجوز على الجوز ومنظر الجوز شطر إكس على إكس الدل المواليان مجموع دوال موثلاتية إذن هو الشيخاخ ديال كوس جوج إكس زائد ثلاثة الشيخاخ ديال سينوس ثلاثة إكس الشيخاخ ديال كوس جوج إكس هي جوج ناقص سينوس جوج إكس زائد ثلاثة الشيخاخ ديال ثلاثة إكس ديال سينوس ثلاثة إكس هي ثلاثة كوس ثلاثة إكس بسطر الكتابة إذن عدنا هنا ناقص جوج سينوس جوج إكس زائد ثلاثة في ثلاثة تسعيد كوس ثلاثة إكس إذن هنا طبقنا القاعدة ديال كوس آ إكس زائد ب العملية الموالية هنا قصنا نشوف وش عندي دالة في دالة وش دالة على دالة وش واحد على دالة إذن هنا عدنا دالة في دالة يعني عدنا واحد تابير في واحد تابير إذن كنطبقوا القاعدة ديال إذن�� إي في الثلاثة لسلاثة في الثلاثة من الموالية ذيكاري إذن نقصنا ردو البن نطبق القاعدة إذن إذن هو ثلاثة إكس مربع زائد جوج مضربة في سبعة إكس زائد واحد زائد ثلاثة إكس مربع زائد جوج مضربة في الديريبي ديال سبعة إكس زائد واحد إذن نقص بÿÿ سنت إستقباره الاشتقاق بالتعبير هذا إذن الإستقاب الذي يكون ثلاثة إكس مربع زائد واحد إذن نقص بمجموع الدين إذن هو الشيخ بiggly ثلاثة إكس مربع أيσω ثلاثة والشيخ بيمكون استقابال عيو جوج أكس وإستقابال عيو سنقص بikan إذن Tasman هل والتعبير سبعة إكس زائد واحد زائد إذن نستطيع بدمجها بالاستقاب هذا هو الول نكتبوه إذا الشخص ديه 7x هو 7 والشخص ديه الواحد هو الصفر إذا مضربه 3x كاري زائد جوج ده بغا نحاوله ننشره هاد 3 بجوج اكس هي 6x إذا 6x مضربه في 7x إذا 6 في 7 هي 42 إكس مربع 6x مضربه في 1 هي 6x زائد 7 في 3x هي 21 إكس مربع و 7 في جوج هي 14 بالسطط هالكتابة إذا 42x كاري زائد 21x كاري إذا هي 63 إكس مربع زائد زائد 14 ندل الموارية إذا نريد مكتوبة على شكل واحدة لأو إذا الشخص ديه الواحدة لأو حسب القاعدة فهو ناقص أو بريم على أو كاري إذا نطبق القاعدة الشرح السهلية فقط ضبط القواعد والطبق إذا نقص 5x 5x زائد 7 بريم على 5x زائد 7 وكاري إذا ناقص ندلو الشخص ديه 5x زائد 7 الشخص ديه 5x و 5 زائد 7 الشخص ديه الواحد إذا على 5x زائد 7 مربع دل رقم 11 مكتوبة على شكل جدر U الشخص ديه الجدر U هو على جوج جدر U تعبير اللي كيكون داخل الجدر دل الشخص ديه إكس كاري زائد 8x على جوج الجدر ديه x كاري زائد 8x دهنا الشخص إذا الشخص ديه التعبير اللي كان في البصد عندنا الشخص ديه x كاري هو جوج x زائد 8x للشخص دياله هو 8 على جوج الجدر x كاري زائد 8x يمكن للمسط هالكتابة نعمله بجوج إذن اللي عملنا بجوج في البسط يمكن عندنا x زائد 4 على جوج الجدر ديه x كاري زائد 8x اختاز له شو اللي عندنا x زائد 4 على الجدر x كاري زائد 8x x الدلة رقم 12 دائما كنشوف صيغة اللي مكتوبة بها الدلة إذا نكتوب على شكل دلة على دلة يعني u على v القاعدة ديه u على v ساقول بأن هاد سعبية والاشتقاق ديه u على v هو u بريم z ناقص v بريم u على v كاري نطبق القاعدة إذا سبع اكس بريم ضربة في x و ثلاثة زائد 1 ناقص x و ثلاثة زائد 1 بريم ضربة في سبع اكس على x و ثلاثة زائد 1 لكل وثلاثة إذا بالسطول الكتابة التشقاق ديه سبع اكس هو سبعة x و ثلاثة زائد 1 التشقاق ديه x و ثلاثة هو ثلاثة x مربع والاشتقاق ديه الواحد هو السفر إذا ثلاثة اكس مربع مضربة في سبعة اكس على x و ثلاثة زائد واحد وكاري إذا إذا بنشر ذلك التعبير لدينا سبعة اكس و ثلاثة زائد سبعة في واحد هي سبعة ناقص ثلاثة اكس مربع في سبعة اكس مربع في سبعة اكس هي واحدة و ثلاثة إذا على المقام اللي ما كيتخيصش نحاول بسطول كتابة أبنى سبعة اكس و ثلاثة ناقص واحدة و شارين اكس و ثلاثة هي ناقص 14 اكس و ثلاثة زائد سبعة على اكس و ثلاثة زائد واحد لكل و سيدنا اذا سبعة في هالشكل هاد الدلة الموالية يعدنا واحدة لسين اكس واحدة لسين اكس مكتوبة على شكل واحدة لسين اكس من أخطاء بطبيعة حالة كترساكة بكثرة هو كي اللي مستعمل بحالها الدلاغ يدلها هو الشخاخ ديها الواحدة لسين و هذا يحسب هذا خطأ دائما يريدنا نشوف الصغال اللي مكتوبة بها الدلاغ إذا عدنا مكتوبة على شكل واحدة لأي واحدة لأي الاستجقاق ديها هو ناقص ببريم على اي كارم اذا ناقص سينيوس اكس بريم على سينيوس و كارم الاستجقاق ديها السين اكس هو كوس اكس اذا ناقص كوس اكس على سينيوس اكس مربع ندل الموالية مكتوبة على شكل U على V U على V ما دائما نحاول نذكركم بالقاعدة باش ترصم زيان في الدهن بريم U على ذكاري اذا الشقاق ديها ربع اكس ناقص ثلاثة في جوج اكس ناقص واحد ناقص الشقاق ديها في ربع اكس ناقص ثلاثة على جوج اكس ناقص واحد بكل و كارم اذا الشقاق ديها ربع اكس ناقص ثلاثة هو اربعة الشقاق ديها ربع اكس واربعة والشقاق ديها ثلاثة هو صفر الى اربعة عامل جوج اكس ناقص واحد ناقص للشقاق ديها جوج اكس ناقص واحد هي جوج اربعة اكس ناقص ثلاثة على جوج اكس ناقص واحد و كاري دائما هاد التعبير اللي كان في المقام تخليه كما هو ما كان بالستواش الان دا بغدين نديره النشر اربعه في جوج اكس هي took me اكس اربعة في واحد اربعة ناقص جوج انقص ربعه اكس هي ناقص ثلاثة و ناقص جوج في ناقص ثلاثة هي زائد ساة على وجوج اكس انقص واحد و كار بالستوال كتابه اكس ناقص ثلاثة ناقص ربعه زائد ستاة اثنان جوج اكس ناقص واحد اوكا. اذا هذا هو التعبير النهائي. دلة الموالية. اذا كنشوف واحد الاس كنتذكر بانه عندي واحدة تتعبير عليها الشكلة هذا. يلا كنساعد لنا فالشيق قد يالها هو اي بريم اي اس اي نارخص واحد. اذا سبعة جوج ايكس نارخص واحد بريم سبعة ناقص واحد اي اس اذا الشخاخ ديها جوج ايكس ناقص واحد اذا الشخاخ ديها جوج ايكس هو جوج ديها ناقص واحد واصف اذا كيبقى لنا اربعة عشر جوج ايكس ناقص واحد اوس س اذا عنده كانت اخر دلات ما فهل تتملين هذا كنتمنى باش يكون الامر واضحة تحياتي لجميع